اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب حرص المجلس على تكريس الجهود وتوظيف الامكانيات لتفعيل الدبلوماسية المرلمانية دعما للخطط الوطنية في مجال الانفتاح الاقتصادي ومساندة لمسيرة التطور والاصلاح والنهضة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى جاء ذلك خلال لقاء عقد عن بعد بين معالي رئيسة مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تركومانستان حيث تناول اللقاء سبول تعزيز التعاون البرلماني وتشكيل لجنة للصداقة بين مجلسي البلدين الصديقين وخلال اللقاء شهدت رئيسة مجلس النواب بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات البحرينية التركومانية وما وصلت اليه من تقدم ونمى في مختلف المجالات معكدة نهمية تواصل الجهود البرلمانية الثنائية ودعم المساعي لتحقيق التفعيل المنشود لمذكرات التفاهم التي وقعها البلدان في كافة المجالات من جانبها شهدت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تركومانستان بما تشهد العلاقات الثنائية من تطور وتقدم كبيرين لشانه أن يفتح المجال واسعا لتطوير التعاون المتبادل على الأصعيدة كافة ترجمة نانسي قنقر